عقد في مركز سيدة السلام طريق المطار لقاء روحي ضم المجالس الرعوية الكنسية التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن بحضور المرشد الروحي للمجالس الأب سليمان شوباش وعددا من الأباء الكهنة والراهبات ومجالس الرعاية وبعد صلاة الافتتاح رحب الأب شوباش بالحضور تلا ذلك عقد ورشة تدريبية أدارها السيد خليل عصفور والتي تركزت حول الشخصية القيادية وأنواعها ثم توزع الحضور على جلسات نقاشا بقيادة مجموعة من خيرة أبناء الشبيبة الذين شاركوا أيضا بخبراتهم القيادية والرعوية وعقب ذلك عقدت جلسة حوار مع المرشد الروحي حول ضرورة انخراط المجلس في الحياة الرعوية والخدمية مع الكهن ومختلف الفعاليات الرعوية واختتم اللقاء بقداس إلهي ترأسه المطران سليم الصايغ الذي تحدث في عضته حول كيف أن نكون خداما لرسالة المسيح والإنجيل